في إطار الحوكمة المالية والسير في اتجاه الدولة إلى التطوير والرقمان المالية والشمول المالي وتعزيز الدفع غير النقضي وتحقيق أعلى درجات الشفافية أصدرت وزارة الأوقاف تعميما جديدا بشأن سرعة رفع صناديق التبرعات من المساجد وضرورة متابعة المدريات الإقليمية تنفيذ هذا القرار في أسرع وقت وعرض المخالفين للقرار للمساءلة القانونية لما يمثره ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونا واستغلال الوظيفة العامة في جمع الأموال بدون وجه حق بما يتضمن تنظيما دقيقا لعمليات التبرع ديها بحيث لا يسمح لأي شخص بجميع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقضية وعدم السماح بوضع أي صناديق بها باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون فوزارة الأوقاف لها رقمين حساب بالبنك المركزية الرقم الأول تحت مسمى صندوق عمارة المساجد وهو معروف ومشهور ويمكن التعامل من خلاله بمجرد زيارة أي فرع من فروع البنك المركزية وطلب التبرع لصندوق عمارة المساجد أما الحساب الثاني فهو صندوق البر وخدمة المجتمع وهذا يختص بكفالة اليتيم أو التربية الأطفال أو غير ذلك من خدمات عامة وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قد أصدر قرارا وزاريا هاما بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقضية بالمساجد يتضمن تنظيما دقيقا لعمليات التبرع بها بحيث لا يسمح لأي شخص بجمع أي أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقضية وعدم السماح بوضع أي صندوق بها باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صندوق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها